حياتي التوجيه كتير متعبة ممسد قيمت أصير جامعة عشان أعمل اللي بديها وما أدرس هالأد ندخل على الجامعة ومننصدم في الواقع صح؟ لأن حياتي الجامعة أكيد بدها دراسة أوكي هي مش زيها زي التوجيه سنة مصيرية وبيحدد عليها إيش بدي أدرس وإيش بدي يكون تخصصي وإيش بدي يكون مجال عملي لكن كمان هي سنوات مهمة لأنه إذا أنا جبت معدل عالي واستغلت وقتي في الجامعة كتير صح فهذا الإشي رح يساعدني في شغلي لأدام وبناء على طلب طالباتي اللي كانوا في السنوات السابقة توجيهي وهلأ صاروا في الجامعة طلبوا مني أحكي لهم كيف ممكن نوازن بين حياة الجامعة والطشات والطلعات وحياة الدراسة وكيف ممكن أستغل حياة الجامعة بطريقة ذكية وأكون ناجحة وأجيب معدل أمنيح نوعا ما سلام عليكم أهلاً فيكم بقناتي وبفيديو جديد دراسة الجامعة أكيد مختلفة عن دراسة الثانوية العامة بدها جهد بدها تعب اللغة ممكن تكون مختلفة مش اللغة اللي إحنا تعودنا عليها لكن لما بتتبع نهج الصحيح هذا الإشي رح يساعدني إني أزدهر أكاديمياً ورح أحكي لكم بعض النصائح اللي ممكن تساعدكم خلال دراسة الجامعة أول نقطة وأهم نقطة هي الاستعانة بالله دايماً في أي شغلة بنا نعملها في حياتنا نستعين برب العالمين ونقول يا رب أعني على هاي السنوات أعني على هاي الدراسة ولما نحس إنه ربنا معانا هذا الإشي كتير رح يساعدنا ويخفف عننا وبنفس الوقت أهم إشي تكون نيتنا لله تعالى اللي بكون نيته لله في طلب العلم فهذا الإشي بكون كتير حلو حتى مشاعرنا بتكون مختلفة طريقة دراستنا بتكون مختلفة هدفنا في الدراسة بكون مختلف فمنقبل على الدراسة وإحنا حابينها مش متألين منها تاني نصيحة نعمل جدول دراسي في هذا الجدول أكون منظميته بناء على المحاضرات اللي عندي يعني مثلاً أنا عندي محاضرات في أيام في أيام بكون قاعدة فيها في البيت فاليوم أخدت محاضرة بنفس اليوم أو تاني يوم أكون عاملة جدول إنه بدي أدرس هاي المادة دراستها أول بأول والاستمرار في هذا الموضوع هذا الإشي هو اللي رح يساعدني على إنه يوم الامتحان ما ألاخم وأقول إيش هذا كيف بدي ألحق خمس شباتر في يوم واحد وإذا كان في مجال بين المحاضرات إني أدرس أو أراجع مادة معينة فهيك كمان بستغل الوقتي اتأكدوا إنه الاستمرارية في أي إشي هو المفتاح للنجاح ترتيب محيطنا إلى دور كبير في تركيزنا وبصفاء ذهننا لما يكون حوالينا مكركب ما رح نعرف نفكر بطريقة سليمة صحيحة لكن لما يكون حوالينا كل إشي هادي مرتب متكتك رح نلاقي إنه إحنا قادرين ندرس بصفاء ذهن أكبر وبالتالي تركيز أعلى فعشان هيك بقدر إني أحفظ المعلومات أكتر أسرع من لو كان حوالي فوضى وأهم إشي الإضاءة تكون كتير منيحة ما تكون الإضاءة خافتة لدرجة إنه تنعسني وأنام ويكون كل إشي بلزمني حوالي حتى ما أعد أدور عليه رابع نصيحة نستخدم أساليب الدراسة الفعالة شو يعني؟ أعطينا أمثلة أول فكرة هي الملخصات لما بقرأ أي جزء من أي مادة أكتب ملخص بطريقتي بلغتي أنا شو فهمت من الجزء اللي أنا قرأته ثاني شغلة ممكن نعلم أشخاص آخرين يعني نشرح المادة لناس تانيين زي كأنه إحنا المعلم هذا الإشي كتير بساعد يعني لو أنا مش فاهم جزء معين هذا الإشي رح يخليني غصبة عني أفهمه عشان أقدر أوصل للفكرة ثلاثة ونقطة كتير مهمة إننا نتدرب على حل المسائل يعني لو أنا في عندي مادة فيها مسائل معينة أو حتى لو مادة ما فيها مسائل رياضية أو هيك لما أنا بحل أسئلة اختبارات سابقة أو بتدرب على المسائل الموجودة في المنهاج اللي عندي فهذا الإشي رح يساعدني أفهم كيف بتيجي الأسئلة وبالتالي إذا كان في عندي نقاط معينة فيها فجوات في دراستي برجع بأكد عليها برجع بعيدها من النصائح كمان إنه ناخد بريكات بانتظام يعني ممكن نستخدم البومدورو تكنيك اللي هي مندرس 25 دقيقة بتركيز عالي هاي الطريقة بتساعدنا لنحافظ على تركيزنا ونتجنب الإرهاق لأنه أنا بدرس بس 25 دقيقة بعدين باخد خمسة بريك فبالتالي بتجنب إنه يصير عندي الإرهاق نصيحة مهمة إنه نكون منظمين كيف؟ أول إشي الملاحظات اللي إحنا مناخدها أو النوتس اللي منكتبها بالمحاضرات تكون منظمة وبطريقة أفهم عليها وتكون زي ما أنا بحب أدرس مشرطة تكون ملونة لكن تكون مرتبة تكون مثلا مفهومة إني لما بدي أقرأها أعرف عن إيش بتحكي ويكون تسلسلها صحيح مش أجي أشياء من الشرق ومن الغرب وبعدين أحتار كيف بدي أقرأ هاي الملاحظات وحتى لما أنا بدي أحفظها أحفظها بمكان واحد يعني كل ملاحظات هاي المادة موجودة بدفتر واحد أو بورق معين بسكشن معين بفايل معين ومهم إنه نراجع هاي النوتس بانتظام دايما بدي أراجعها لحتى أظلمت ذكريتها وعفكرة المراجعة مع الوقت بتصير أسهل وأسرع إحنا منقول إنه يا الله أنا بدي أراجع كل هاي المادة اللي أخدتها طول الفصل كيف بدي أراجعها لكن لو إحنا نكرر المعلومة نفسها أكتر من مرة كل يومين ثلاثة أرجع أكرر نفس المعلومة صدق بتكون أسهل بكتير أما بالنسبة للأسايمنتس والواجبات كيف ممكن أني أنظم أموري فيهم أول إشي أتبعهم دايما أظلني متذكري دايما متى الديدلاين لكل واجب متى لازم أسلمه ممكن نستخدم مثلا الجوجل كالندر لحتى نحط فيها الديدلاين لكل أسايمنت نحط فيها كمان مواعيد الامتحانات لحتى أكون عارفة أنا شو بدي أعمل شو الأولويات بالنسبة إلي نصيحة مهمة كتير فادتني أيام الجامعة واللي هي إنه نستغل مصادر الجامعة مثل شو؟ مثل المكتبة هي مكان كتير ممتاز للدراسة وممكن كمان في أماكن فيها بتكون مناسبة لدراسة المجموعات ممكن نستخدم المصادر الموجودة فيها من كتب وكذا لحتى نثري معلوماتنا وبنفس الوقت ممكن أستفيد منها كمجموعات الدراسة إني أجيب مجموعة من صحباتي مثلا أو من زميلاتي بنفس الدفعة وندرس مع بعض التعلم من الأقران كمان جدا مفيد وإلى دور كتير كبير بفهم المادة اللي إحنا مرات منكون مش فاهمينها ممكن كمان نستفيد من الساعات المكتبية للدكاترا بإننا نروح لعنهم ونسألهم ونستفسر منهم عن شغلات مش فاهمينها نصيحة مهمة كمان نحافظ على التوازن في حياتنا من خلال إنه يكون نومنا كفاية ما بين 6 إلى 8 ساعات كمان نتناول وجبات صحية متوازنة قدر الإمكان لحتى تكون طاقتنا بمستويات عالية وأقدر أركز بدراس ونقطة مهمة هون إذا كان في عنا نقص بفيتامين معين أو إشي من المعادن فهذا الإشي كمان رح يأثر على نومي رح يأثر على طاقتي رح يأثر على نشاطي فنتأكد دايما أنه نفحص الفيتامينات باستمرار لحتى إذا كان في عنا نقص بشي معين نأخذه لأنه كتير مرات ممكن يكون نقص فيتامين معين هو السبب في أنه أنا تعبانة مش قادرة نعسانة دايما ما ليش طاقة لدراسة ما ليش طاقة لإني أعمل أي مجهود فننتبه لعي النقطة التمارين الرياضية بانتظام بتساعدنا في تحسين المزاج نصيحة كتير مهمة أنه نضل واعيا ومركزيا بالمحاضرات يعني ما نشط نحضر المحاضرات كاملة قدر الإمكان ما نضيع علينا محاضرات لأنه بالمحاضرات بينحكي أشياء مهمة ونشارك في المحاضرات يعني يكون دورنا فعال مش سري يعني زينا زي الكرسي اللي قاعدين عليه مش فاهمين إشي معين لا تترددوا بأنكم تسألوا في المحاضرات وفي المحاضرات مهم جدا أنه ناخد نوتس ونكتبها بطريقة تتناسب معنا وهذا الإشي ممكن نطوره خلال مسيرتنا في الجامعة لحتى نشوف شو الإشي المناسب لإلنا بطريقة أخذ الملاحظات وممكن نستخدم الخريطة الذهنية في كتابة الملاحظات خلال المحاضرات نصيحة مهمة كمان أنه نستخدم التكنولوجيا بحكمة فيه أبليكيشنز كتير مفيدة بتساعدنا بالدراسة فيه أشياء بتعمل لوك للموبايل مثلا خلال فترة الدراسة أو بساعات معينة فيه أبليكيشنز بتساعدنا بالفلاش كارز نكتب عليها الفلاش كارز فبطلع لنا إياهم كل فترة لحتى نظل متذكرين المادة وهي وسيلة بتساعد في مراجعة المواد ممكن نستخدم لبلانرز كمان لحتى نخطط لأيامنا ونخطط لأسابيع والأشهر ولحتى نعرف الامتحانات متى بتكون وكيف بدي أنظم وقتي ويومي نستخدم مصادر الموجودة أونلاين من فيديوهات من شروحات من أشياء ممكن تساعدنا فيه كتير فيديوهات بتساعد وبتشرح بعض المواد اللي بتكون جامد شوي مثل أنيميشن أو شي مثل هيك هاي كتير بتساعد وكتير بتفهم بعض الأجزاء من المواد وكمان إنه نحضر مؤتمرات ممكن يساعدنا بإنه نثري معلوماتنا في هذا الموضوع نصيحة مهمة كمان إنه نظل متحفزين كيف ممكن نظل متحفزين للدراسة ومتشجعين حتى لو كانت المواد صعبة أو مش عم نزبط في الامتحانات أول إشي أحط أهداف وأجزء أي مهمة لأهداف بسيطة قابلة للتحقيق تكون الأهداف سمارت وكمان إنكافئ حالنا بعد كل مهمة منعملها أنا أنجزت شي معين ليش ما أكافئ حالي لو بشي بسيط لو بشي بحبه أكافئ حالي لحتى أحس إنه في ثمرة لهذا الإنجاز تذكروا إنه كل واحد عنده أسلوب معين في الدراسة ونصائح اللي حكناها اليوم خدوا منها اللي بيفيدكم واتركوا منها اللي بتحسوا مش مناسب معاكم نصيحة أخيرة لطلاب الجامعة بحب أحكي لكم إنه إحنا حالياً بسوء العمل ما بنحتاج بس شهادة جامعية بنحتاج كمان إنه يكون فيه مع الشخص دورات كتير فكل ما أخدوا دورات خلال هاي الفترة والجامعات بتقدم كتير دورات وفي منها بكون مجاني أو برسوم رمزية فخدوا هاي الدورات قد ما تقدروا إشي يفيد تخصصكم إشي ينمي شخصيتكم لحتى لما تطلعوا على سوء العمل تكونوا جاهزين وأي أحد يتمنى يوظفكم عنده أو ممكن ما بتعرفوا يمكن تكونوا أنتوا أصحاب العمل من وراء الدورات اللي بتاخدوها وتنمية الذات والتثقيم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك كومنت شار وسبسكرايب للقناة إذا مش مشتركين وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو بس ينزل لأوني كل ثلاثة في ومضة إفادة معي أنا أفنان حمادة يعطيكم العافية باي باي